التعقيد واضح أنه انتظرت 117 حزيم وحركة لازم يكونوا في الحكومة أو يكونوا جزء من المشاركة يعني ده إصرار المؤتمر الوطني هذه المرة هنا تكمن العقدة يعني تكمن المشكلة كذلك لا هو فيها نقطة بنسبة مهمة جدا كويسة أنك أثرتها يعني لكي تكون هناك تسوية سياسية هل يجب أن يدخل الجميع للحكومة؟ في أي دولة راشدة سياسية مستقرة هناك حكومة دستورية ومعارضة دستورية لماذا الأسرار على أنه كل البيض يجب أن يكون داخل الحكومة والتسوية تعني أن يدخل الجميع لماذا؟ أنا في تقدير هنا المشكلة يعني خلينا أنا أجيب لك بسؤال آخر أجيب لك الإجابة بسؤال آخر من المتضرر من عدم قيام الحكومة؟ لو أفترض هذه الحكومة يعني المسائل عصلي جت والحكومة دي ما قامت شهر شهرين سنة المتضرر منه يعني الشعب لا الشعب سيتضرر في حالة واحدة صفوف البنزين الخبز الخدمات الكهرباء هذا متضرر يعني بالوضع الحالي الآن لو استمر الوزراء بتكليفهم وكلاء الوزراء في إدارة الوزراء الشعب غير متضرر متضرر شخص واحد أو خلينا أشخاص وليس شخص الذين يجب أن يدخل الوزارة الجليدة المنتظرين المرشحين أو المتعشمين في الوزارة الجليدة هم فوحدة والمتضررين الموجودين الآن في الوزارة ما متضررين حزب المؤتمر الوطني نفسه سيد هذه اللعبة كلها غير متضرر لأنه وصل الحكومة حكومته سواء كان وكلاء أو وزراء متضرر شخص واحد أو جهة واحدة هم الأشخاص الذين الآن مقدمين القوائم ومنتظرين القسم والنصيب غيره ما فيه ولا الشعب السوداني ولا بمعنى آخر ليس هنا يعني العنوان الوزارة الجليدة فوق مكتوب عليهم ملحوقة بالنسبة للناس أصحاب القرار إرادة السياسية المؤتمر الوطني بالتحديد ليس هناك ما يدفعه للاستعجال على الطاقة